مرحبا اصدقائيكم معكم من قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن تحديات الاسبوع الثاني بالشابتر 2 و بيحكي عن الحزمة اللي انا وعدت فيها ان شاء الله لححبه فيها الشخصين فيالله مشاهدة ممتعة و مع بعض سكن او الحزمة اللي نازلة خلال اسبوعين اللي طلعت بالتسريبات هاي الحزمة بخمسة دور ان شاء الله لح امل تسحب لشخصين على هاي الحزمة بيجي معها سكن وستايل السكن وظهرية باك بلنج وستميت في باكس ان شاء الله لح امل عليها سحب لشخصين بس اوصل 1300 مشترك بدي دعمكم اوصل ل 1300 مشترك ان شاء الله وبنزل فيديو وبعلم في هذا السحب وبقل لكم الشروط متل ما شفتوا انا وعدت انو لحربح 2 ان شاء الله لوصل ل 1300 مشترك والحمد اللي اوصل ل1357 مشترك شكرا كثير لكم على الدعم و شكرا لكل الرسائل اللي اجتني عم تبارك لي بال1300 مشترك شكرا كثير لكم اللي بيحب يضيفني بتشرف فيه بيكون صديق واخ ان شاء الله هاي الحزمة اللي انا حامل عليها السحب لح تكون عبارة عن الحزمة اللي جديد نزلت بخمسة دولار لح اعملها ان شاء الله لشخصين عبارة عن سكين وستايل السكين وباك بلنج وبيكاكس متل مظاهرة امامكم الحزمة خرافية جدا حلوة كتير كتير هاي الحزمة ان شاء الله لح اعمل عليها سحب لشخصين ان كل عليك انك انت تكتب تحت بالكومنتات اسمك وتشترك بالقناة تفعل زل الجرس وحط اسمك تحت بالكومنتات ان شاء الله تكون انت واحد من الفائزين بهذا السحب وان شاء الله هدفنا الثاني 1700 مشترك لو اوصل ل 1700 مشترك من دعمكم الحلو هاد كتير ان شاء الله لح اعمل سحب لشخصين على 1000 باكس كل شخص سيربح 1000 باكس هذا هو مشروعنا الثاني ان شاء الله وانتو بتستاهلوا كل خير لانكم عم تدعموني كتير ووصلتوني لهذا العدد وشكرا لكم لو كل شخص اشترك بالقناة واذا انت اول مرة عندي تشاهد الفيديو على القناة ياريت تشترك تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتوب كمينت حلو ومشان منه تربح ومشان ان شاء الله يعلى الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس نبلش مع بعض التحديات الاسبوع الثاني بسيزن 2 شابتر 2 وتحديات مايا كل لاياتهم معي التسريب تبعون فاستنوني فيديو جاي ان شاء الله عن سكين مايا وتحدياته كل لاياته المقفولين معي تسريبون انا فيلا نبلش بهذا الفيديو مع بعض اول مهم مطلوب منك انك انت تلاقي الشادو سيف هاوز هذا البيت موجود بكل الاماكن من خلال انك انت بتنزل خلال ممرات اللي هي مثل مثلا الحمامات اللي انتو شافينها كبينة الحمام ومثل علبة الرابيش او سلة زبالة عزكم الله موجودين الذاdock قلي علوب انك انت اهم مكان او اسهل مكان نصحف في هذا التحدي الي هيا زينت بارك تنزل بهذا المكان وموضح امامكم بالفيديو قلي علوب انك انت بتفوت على هاي الكبينة باي اموت كان وتنزل لتحت مجرد ما انت انزلت على هادا البيت في بتحدي الهنشن ف задач اللي تنزلت بالبتات الجديدة اللي نزلت بالماب بيناتها الجزيرة و بيناتها منطقة زشارك و جروتو بكل الاماكن موجودين بس اهم مكان و اسهل مكان معنا اللي ما في ناس بيكون اللي هي زشارك كلهاك انك انت بتنزل بهاي المنطقة اللي موضحة امامكم بالفيديو بتنزل بين مرات مجرد ما انك تفوت بين مرات التهوية هدول هيك انت بنحسب لك بدك تعمل ثلاث مرات بثلاث ماتشات مختلفة بتعمل نفس هذا الموضوع بثلاث ماتشات مختلفة بتخلص التحدي الثاني والتحدي الثالث اللي معنا هو سهل كتير كله عليك انك انت تقتل ثلاث اشخاص بالشوتغان التكتيكال شوتغان او الشوتغان بومب عادي شو ما كان مجرد ما انك انت تقتل ثلاث اشخاص هيك انت بتكون خلصت التحدي والتحدي الرابع اللي معنا اللي هو بدك تحمل شخص مموضح امامكم بالصورة تحمل شخص على ظهرك وبتمشي فيه ميما كان يكون عدوك او صديقك بدك تمشي فيه خمسين متر مو شرط بماتش واحد بنحسب لك كزا ماتش مهم انك انت تشيلوا على ظهرك وتمشي فيه للاشخاص اللاعبين حقيقيين مو للهانشمين او البوتات اشخاص حقيقيين فقط كله عليك انك انت بتحملوا على ظهرك مثل موزارة امامكم بالصورة وبتمشي فيه خمسين متر متقطعين مو شرط بقيم واحد وهيك انت بنحسب لك تحدي الرابع والتحدي الخامس اللي معنا اللي هو انك بتقدمج اللاعبين ميتين وخمسين دمج من خلال انه هنه يكونوا عاليين عليك وانت تحت بالاسفل متل ممضح امامكم بالفيديو المهم انت انت تكون تحت والاعداء تبعك يكونوا فوق انت ان مجرد ما انت تدمجوا انه هنه واقفين فوق هيك انت بيكون التحدي سهل عليك داك ندمجوا ميتين وخمسين دمج هذا التحدي تكرر معنا بالسيزون الثامن بالشاب تروان انهو يكون عليك بمنطقة عالية وانت تدمجوا بأني سلاح كان وشو ما كان ميتين وخمسين دمج مو شرط بجيم واحد هيك انت بنحسب لك التحدي والتحدي السادس اللي معنى اللي هو انك بدك تفتح شاست المقفول عبر سكنار كيف بتساوي هاد التحدي هاد التحدي له طريقتين الطريقة الاولى انك انت تحمل هنشمين متل ممضح امامكم بالفيديو تحمله على هذا السندوق الطويل العريض اللي له سكنار بتحطه على الهنشمين او البوت ومجرد ما هو يقرأ وشه لهذا البوت هيك انت بيفتح معك السندوق طريقة التانية انك انت تفوت على هاي الكابينة الحمراء تغير شكلك لشكل بوت او هنشمين وتفوت على هذا السندوق تمسح وجهك انت يعني بالايدي سكنار وهيك انت بيفتح معك الشيست كمان هاي الطريقة التانية شغالت بك تعمل هذا الموضوع ثلاث مرات مو مطشات مختلفة او مطش واحد مو محدد والتحدي السابع اللي معنى اللي هو بدك تنوك بوت او تقتل بوت خليه مبطح يعني انه ينزل نوك تروح تاخد البطاقة تبعه متح منه او ظهرك تاخد بطاقة الشاكداون هاي بطاقة الشاكداون هي عبارة عن ماب بتحدد لك اماكن الشيست وتحدد لك اماكن البوت التاني كله عليك انك انت بعد ما تنوكو تروح تاخد منه هاي البطاقة ويظهر لك هاي الماب بعد ما تاخدها مثل الموضح امامكم بالفيديو بنحسب لك هيك التحدي بدك تعمل هذا التحدي ثلاث مرات بثلاث مطشات مختلفة التحدي الثامنه معاناين انت بدك تروح تقتل ثلاث اشخاص بهذه المنطقتين الموضحين انكم بالصورة كله عليك انك انت تنزل بها المنطقة بتقتل ثلاث اشخاص مو شرط بمطش واحد عادي بمتشات مختلفة عادي بموضوع بسيط كله عليك انك انت تنزل بها المنطقة وبتقتل ٣ اشخاص الاخر ويومونوك تقتلن عن اخر هكذا انت تكون خلصت التحدي بكل سهولة التحدي الثاسع لهم معاناين انه هو صعب ومو صعب كله عليك انك انت تحمل شوتغان ومت ممضح امامكم بالصورة بدك تدمج ناس 200 دمج انت وناطط او انت وطاير انت ويعني مواقف على شي مت ممضح امامكم بالفيديو بيطلع على الدراج وبنط وبيضرب بالشوتغان كله عليك انك انت تعيد هاي الكرة وتدمجه 200 دمج من شرط بجيم واحد تحديات هذا الاسبوع كتير سهلين عن التحديات الاول انا هيك بالنسبة الي مت ممضح امامكم بالفيديو سهل كتير تنط على درج او بتنط على حيات المهم انك انت تكون مواقف على شي مهم انك انت تكون طاير يعني بالمعنى او ناطط بالهواء وتدمجه بنحسب لك 200 دمج بكذا جيم مختلف مو مشكلة هيك انت بكون خلصت التحدي التاسي والتحدي العشر المعنى اللي هو التحدي الاخير سهل كتير وبسيط كله عليك انك انت تجمع 500 خشاب و 400 حجر و 300 حديد هاد التحدي سهل كتير معنا انتو عم تلعب عادي مو شرط بجيم واحد على اي الصراحة انا ما بعرف اذا بجيم واحد ولا لا انك انت تجمع 500 خشبة و 400 حجرة و 300 حديدة ما بعرف اذا بجيم واحد بس كلي عليك انك انت تجمع 500 خشبة و 400 حجرة و 300 حديدة سهل كتير خلال لعبك انت بالتيم رنبل او باي مود كان بتجمع خشب سهل كتير وبسيط هاد التحدي هيك بنكون شرحنا تحديات الاسبوع التانى قبل ما ينزلوا بيوم الي هو ان شاء الله يوم الاربع انا نزلته يوم الخميس بنزلو تحديات ان شاء الله كل اياتها صح اذا كان اي شي متغير او اي شي مختلاف انا رح نزل فيديو تانى اشرح فيه الفيديوهات ومتل ما تلكم بداية الفيديو استنوني بمقطع تانى لتحديات مايا كل اياتهم المسربين التسع اسابيع والعشر اسابيع يعني كل اياتهم المسربين سهلين كتير لح اشرح لكم يوهم واحد واحد ولا تنسى تكتب كوميند تحت مشان تربح بالجيفاوي واشترك بالقناة اعزلوا الجرس احد شروط وان شاء الله انتوا تكون من الشخصين اللي حيربحوا هاي الحزمة وشكرا على المشاهدة اذا انتكملت المقطع الاخر وبرعاية الله موسيقى